واسمحوا لي يمكن سيدة الرئيس أنا عايز أحكي حكاية هنا على قدم هذا المشروع قوبل بنقد ويمكن وتشكيك في هذا المشروع إلا إذا حضركم رجعت الأدبيات كل الخبراء المصريين بيتكلموا على حتمية نقل العاصمة بقالهم 40 سنة وكان هناك محاولة من الرئيس الراحل السادات لإنشاء عاصمة وهي كانت مدينة السادات ولم يكتب لها النجاح في 2007 طلب من وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني في إطار تطوير القاهرة أن يتم انتخاب موقع جديد لحي حكومي جديد أنا أتكلم في 2007 لأن كانت وصلت القناعة لازم الدولة تشيل مكان الحي الحكومي القديم ده ويبقى في مكان جديد تم اختيار خمس مواقع وسمحوا لي لأن هذا الموضوع يعني أنا كنت مشارك فيه بشورة شخصية كمنسق مع الخبراء اللي عملوا الدراسة لأن كان مطلوب إنها تبقى دراسة محايدة بالكامل فجم أربعة أو خمس خبراء اختاروا خمس مواقع وسمحوا لي أقول لهم لحضراتكم الموقع الأول موقع العاصمة الحالي الموقع الثاني كان أن يتعامل حي حكومي في شرق مدينة نصر في المنطقة اللي النهاردة كلنا عارفينها اللي فيها مسجد المشير طنطاوي كانت في حدود 700 فدان الموقع الثالث كان جزيرة الوراء الموقع الرابع كان شمال القرية الزكية على طريق مصر اسكندرية الصحراوي الموقع الخامس كان مدينة 6 أكتوبر ووضعت معايير لهذا الموضوع إزاي نختار موقع لحي حكومي جديد لمصر انتهى عمل الخبراء إن أفضل موقع هو الموقع اللي احنا فيه ليه؟ لأن قالوا إن ده ممكن بيخلق إن القاهرة طول عمرها بتنمو شرقا بدأت من النيل وبعد كده لما تعمل أحياء جديدة مصر الجديدة مدينة نصر وبعد كده التجمعات الكبيرة اللي موجودة فالكتلة السكانية بتاعت القاهرة طول عمرها بتنمو شرقا فبالتالي عايزين نستغل الحي الحكومي لما يجي البني يبقى نوال لتنمية جديدة شرق القاهرة الجديدة اللي هي موجودة النهاردة البديل الثاني كان الحي اللي هو شرق مدينة نصر الحي الحكومي ويبقى الموضوع على قد السبعوية تجنومية تفداني اللي موجودين هناك وتقال طبعا إن ده الحل الأسهل لإن الحل الأولاني كان صعوبته إن محتاج أهو صحيح ده الأحسن وده الأفضل ولكن حيبقى محتاج إنفاق في بنية أساسية والأهم إذن الإتصالية والمواصلات وإن لازم ما ينفعش لازم يقمعها وسائل النقل جماعي تم اختيار الموقع بتاع شرق مدينة نصر وتقال ده يعني على قد إمكانية الدولة في هذا الوقت طبعا لأقل نعمله في هذا المكان بالرغم أن كان الخبراء يقولون أن على المدى البعيد ستحصل نفس المشكلة مرة أخرى ولكن طلع القرار أن نعمله طيب وتعمل تخطيط هل نفذنا شيئا؟ دم تنفذ الدولة أي شيئا لما جاء سيادة الرئيس وطلع على هذا الموضوع قال البديل الأولاني البديل الأولاني اللي إحنا فيه يبقى هو ده اللي يخدم رؤية مصر وده اللي يخدم مستقمل مصر يبقى لازم نشتغل على الصح طب الصح ده أصعب وحياخد وقت أكتر لكن للدولة هو الصح إحنا بنبني دولة أنا مش ببص على مكسب أربع خمس سنين أنا ببص المئة سنة قدام طب إحنا يعني اخترعنا الموضوع كل الدول دي عملت عواصم جديدة والنهاردة أندونيسيا أعلنت أنها بتعمل عاصمة جديدة الأردن قالت أنا حمشي على غرار مصر وعايز أعمل حي عاصمة جديدة أيضا بعيدا عمان الفكرة في إيه العواصم وحتى ده عملنا له حوار مجتمعي وحراكم تتذكروا مع اللغة الكبيرة اللي كان موجود وكان فيه ناس متزاعمة وضد هذه الفكرة وكان منهم الأستاذ أسامة وغزالي حرب وانتهى يمكن في آخر مقال لي بيقول أنا كنت من أكبر المعارضين ولكن أنا بقول النهاردة هذا المشروع من أهم المشروعات اللي لازم الدولة المصرية تستفيد منها وتكمل عليها لأنه هو ده اللي فعلا بيبقى بيساعد في تنمية الدول إحنا مش بنعمل حي حكومي علشان نعزل نسيب بوسط البلد ونيجي هنا جديدة جمهورية جديدة لازم يبقى بيئة ومناخ العمل في هذا المكان تشجع الموظف والمواطن المصري على الإبداع والتقدم للدولة المصرية لازم نغير النمط القديم الموظف اللي قاعد أنا آسف قدامه كومات من الورق قدامه على المكتب هو مصظاهر من وراها ويقول للمواطن المصري فوت علينا بكرة الشكل ده هو الشكل الجديد اللي احنا بنعمله النهاردة ونخلي شبابنا وهم شغالين يبقوا بشغلوا في هذا المكان لكن احنا ما اكتفناش بالمدن الجديدة احنا اعملنا على ازاي نطور سكن لان كانت احلم شبابنا وكنا كلنا عارفين مشكلة السكن اللي كانت موجودة الدولة المصرية اعملت على برنامج اسكان سواء اسكان جديد جوه المدن الجديدة او المدن قائمة مليون ونص وحدة مليون ونص وحدة سبعمائة وخمسين مليار جنيه بقينا بنابني في كل حتة في مصر عشان نستهدف جودة حيال المواطن عشان المواطن ده يبقى بنتكلم على مواطن حقيقي لازم يبقى بيتمتع بالحيال الحقيقية والاسس الحيال الجميلة اللي المفروض يبقى عليها زي ما حضراتكم شفتوا احنا بنابني في كل حتة بكل المستويات من محدود الدخل من المواطن اللي كان عايش في المناطق الغير امنة والعشوائيات الى حتى المستوى اللي نقدر نقول عليه فوق متوسط بنلبي رغبات ومشكلة كانت كبيرة جدا عندنا كلنا وكنا بنعاني منها في هذه الفترة انا بس حابب ان انا اوري الشكل كان ايه وبين ايه دلوقتي